مع بداية سنة ونهاية سنة بتحتاج إلى رؤية نقدية نشوف ماذا مر بنا في العام الماضي ماذا نستشرف في العام الجديد والحقيقة أن السنة اللي فاتت كانت سنة صعبة ويبدو أن هذا العام أيضا سيكون عام صعب ما كانش سهل علينا كان في حركة فنية كالعادة أفلام كالعادة مسلسلات كالعادة لكن ما حدث ويحدث في غزة كان طاغيا علينا جميعا طاغيا على الفن طاغيا على الموسيقى طاغيا على الأفلام ملناش نفس يعني ببساطة كده إحنا ملناش نفس نعمل أي حاجة حتى ملناش نفس نحتفل بسنة جديدة ملناش نفس نحتفل بأعياد ما كنت في بيت لحم شفنا إزاي ما فيش أي احتفالات بأعياد فكيف كان العام الماضي وكيف هو العام الجديد حبينا نذهب إلى كاتب ومفكر ومحلل وشخص الحقيقة رجل ينظر للأمور ربما بمنظور آخر بمنظور آخر أنا صحفية فالأمور عندي فيها كتير من اليومي لكن دكتور متحة العدل دايما عنده رؤية مختلفة وعنده تحليل أكثر عمقا كونه كاتب وشاعر ومؤلف كيف كان العام الماضي وكيف يأتي العام الجديد يا دكتور متحة أهلا بك أهلا وسهلا بحضرتك دي أول مقابلة أعملها من أكثر من أربع شهور أشكرك ودايما أنا ببقى سعيدة أنك بتخصني من المؤلاء المؤلاء تخصينا الحقيقة وأنا مبسوط لأن أنا عارف أن أنا أعمل حوار على مستوى شكرا وما فيهوش بنظهر على الترند والحاجات اللي زي دي وأنا مش بتاع الترند خالص فأنا جاي عشان نتناقش نتناقش السنة اللي فاتت عدت عليك إزاي؟ شفتها إزاي؟ شفت فيها حاجات حلوة أنا متفائل أنا مش فاهم على أساس إيه ما زلت متفائلا؟ أنا دايما متفائلا أنا ما ينفعش لو بطلنا نحلم نموت على رأي الشعر الجميل الأسامة عبدالله وأنا الكاتب نحلم على كيف نقل بعضها بخوفنا أنا متفائل بطبيعي ولو ما تفائلناش حنعيش للبكرة يعني حتى لو كان فيه جاز ظلام الليلي يبعدني يوم إنما يقدر شوع عم النور يوصل لأبعد سنة فأنا طول الوقت متفائل فشفت حاجات كويسة وحاجات جميلة وشفت حاجات طبعا كارثية على المستوى زي غزة زي ما حدث في غزة لكن حتى اللي حصل في غزة فيه شوع عم النور برضو هذا الصمود وهذه المقاومة برضو القضية نفسها تم إعادة إحياءها من جديد صحيح بسبب ما حدث في غزة ففيه أمل حاسس إن فيه جيل جديد كمان جيل جديد يبدأ يتكلم على على القضية الفلسطينية لم يكن حتى يتحدث هنا ده أنت تتكلم عن جيل العرب ده بقى فيه جيل برة ده بقى فيه الرأي العام العالمي كله شعبي سيبك من الحكومات بتاعات برة كله مع الأضايا الفلسطينية أنت بتشوفي ويجز لما طلع أخياننا عن الأضايا الفلسطينية شوفت باسم يوسف لما أتكلم شوفي ملايين الفولورز والملايين اللي تترجعوا عليهم فدي حاجة كلها طاقات أمل بتتفتح لنا مهما كانت الدنيا ده المياه وشباب المغنيين العرب اللي عملوا راب عملوا راب وعملوا أغاني مختلفة يمكن اختلفت عن الأغاني اللي احنا كنا بنغنيها بالزبط كده وده الطبيعي وده التطور الطبيعي اللازم الناس تقبل به أنا ما بحبش فكرة إن أنا أفضل أدين لجيل ضد جيل إنه أكثر وطنية وأكثر فهمة ما فيش ده مش موجود إما بينه عادي حركة التاريخ وحركة الأجيال وحركة كل شيء